السلام عليكم ازايكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات اعادة التدوير ومعنا في فيديو النهاردة عن ازاي ندفق دينا بجوانتي سهل سهل العميل بتاعته ازاي تصنعي بكله سهولة من شراب قديم ده شراب كان عندي زي ما انتم شايفين كده وكل البيوت فيها الشرابات بالشكل ده كل اللي اعملو ان انا هقص الجزء اللي فوق من عند الصابع بتاعت الشراب بالشكل ده اهو عشان اسهل عليكم هوريكم ازاي تعملوه بطريقة سهلة جدا بعد ما اصيد ده المفروض ده الجزء ده يتني عايزة تني اتني مش عايزة مش مشكلة هو مش هينسل هلبسوا بالطريقة دي شايفين هخلي بقى الجزء اللي فيه الاستيك ده عند الصابع من فوق طب انا عايزة سأطلع الصبع الابهام الكبير ده هطلعوه ازاي اه فانا هاعلم بصوا مسكة المكان اللي هطلع منه بداية الصبع كده وهقص الجزء ده الفتحة صغيرة خالص كل ما صغرتي الفتحة بتاعة الصبع ده كان كل ما بقى احسن اهو زي ما انتم شفتوا انا الشراب الاولاني او الفردة الاولانية خلصت هعمل الفردة التانية زي ما انتم شايفين الفردة دي اساسا فيها نقرة اه من قدام كده مجرد ما جات لها النقرة الشراب ده تراكن وهو جديد خالص فانا قلت استغله بقى واعمل اه اعمل له اعادة تدوير واعمل له جوانتيا اه بدون صبع طبعا عشان خاطر واحنا عاديين في الشتا كده وعايزين بقى نمسك الموبايل مجشي ونتصفح الانترنت اه والسوشيال ميديا من على الموبايل يبقى سهل جدا علينا بصوا حاجة سهلة جدا عملت الشراب بطريقة سهلة عملت جوانتي بطريقة سهلة جدا من الشراب الموجود لا تقوم بطريقة سهلة جدا من صورة جدا من المحتمzeń شرابه بطريقة سهلة جودة جدا تريد الشخص